اشتركوا في القناة وهي عبارة عن تقنية متطورة تمكن المستخدمين من الغوص في عوالم رقمية ثلاثية الأبعاد بطريقة المحاكات وكأنك ستشعر كأنك في عالم آخر وكأنه حقيقي يتخيل العقل وكأنه عالم حقيقي طبعا هذه التقنية تفتح أفاقا في العديد من المجالات من الترفيه والألعاب إلى حتى التعليم والتدريب وحتى الطب والعلاج النفسي هذه النظارة الثلاثية الأبعاد التي يمكن الشخص أن يرتديها تدخل في عالم ثاني عالم افتراضي يسمى بالواقع الافتراضي وهو عبارة عن تجربة غامرة للمستخدمين يتيح لهم استكشاف بيئات وتجارب لم تكن ممكنة في الواقع الفعلي ممكن أن ترتدي النظارة وتذهب إلى إحدى الدول لسفرة سياحية تذهب إلى الشاطئ تصعد في الطائرة يمكن أن تذهب إلى القمر ممكن أن تدخل داخل جسم الإنسان ممكن أن تطلع على الشارعين والأوردة الصمامات القلبية يمكن أن حتى تطلع على المعارك التي كانت التاريخية الموصفة في الكتب يمكن أن تعيش هذه المعارك وكأنك بين القادة والجنود والقتلى والموتى هذا كل ما تتيح لنا هذه التقنية تقنية الواقع الافتراضي طبعاً مضم تطبيقات الواقع الافتراضي التعليم والتدريب يتيح الواقع الافتراضي توفير تجارب تعليمية غامرة مما يساعد في تعزيز التعلم والاحتفاظ بالمعلومة طبعاً يمكن للطلبة زيارة كما ذكرت أماكن تاريخية يمكن أن يذهبوا إلى الأهرامات مثلاً أو حتى تعلم كيفية إجراء عمليات جراحية معقدة طبعاً دون المخاطرة بحياة البشر لأنها تكون فقط في العالم الافتراضي فالعقل والدماغ والعين تتخيل وهناك تفاعل في الحواس مع ما يشاهد الإنسان أيضاً في الترفيه والألعاب يمكن أن يشكل ثورة في صناعة الألعاب والترفيه حيث يوفر تجارب رائعة وماتعة لللاعبين في التفاعل مع البيئة الافتراضية بطريقة لم تكن ممكنة من قبل فترى اللاعب يتفاعل ويضرب بيده ويأخذ وضعية الانحناء ثم الانبطاح ثم قد يتفاعل بشدة حتى أنه يخلأ هذه النظارة من رأسه لشدة تفاعله بل حتى يبكي أو يسقط على الأرض في التصميم والهندسة يتيح الواقع الافتراضي للمهندسين والمصممين تجسيد تصاميمهم ثلاثية الأبعاد بدقة عالية مما طبعاً يسهل من عملية التخطيط والتطوير وحتى التعديل قبل الإنتاج الفعلي قبل البناء يمكن الشخص أن يشاهد البناء كيف يكون البيت كيف يكون في داخل البيت يتجول كيف تكون الغرف وتوزيع الأثاث في داخل البيت لهذا هو يعين في موضوع التصميم والهندسة الحقيقة في الطب يستخدم أيضاً في الطب والعلاج النفسي وبالتحديد في الرهاب الاجتماعي مثلاً يمكن أن يستخدم في موضوع يسمو الطرابات مع بعض الصدمة بالإضافة إلى التدريب الطبي والجراحي بالنسبة للأطباء أيضاً في السياحة والاستكشاف يمكن للشخص الذي يستخدم هذه النظارة يمكن استكشاف وجهات سياحية من حول العالم زيارة المتاحف وزيارة المعالم التاريخية بل حتى تجربة الثقافات المختلفة من خلال الواقع الافتراضي دون مغادرة المنزل أنت هنا في البيت ترتدي هذه النظارة وتذهب إلى أماكن أخرى وتزور المعالم السياحية والتاريخية وتلتقي بأناس آخرين حول العالم عن طريق هذه التقنية تقنية الـ VR طبعاً من المبادرات الجميلة في جامعة الملك عبد العزيز يوجد هناك مركز اسمه مركز الواقع الافتراضي تأسس في سنة 2016 ويعد من أهم المراكز التي تعنى بالواقع الافتراضي في المنطقة العربية ويقدم طبعاً المركز برامج تعليمية وتدريبية حول هذه التقنية من المشاريع الرائدة في الإمارات يوجد هناك منصة اسمها VR Park Dubai هي عبارة عن منصة ترفيهية تقدم تجارب الواقع الافتراضي في دولة الإمارات طبعاً تتيح لك أن تتجول في دبي وتطلع على الألعاب والتجارب التفاعلية عن طريق هذه المنصة أيضاً في مبادرة اسمها VR for Education الواقع الافتراضي في التعليم وهي مبادرة انطلقت في سنة 2018 في المملكة العربية السعودية تهدف حقيقة إلى استخدام الواقع الافتراضي في التعليم وتقدم هذه المبادرة محتوى تعليمي تفاعلي باستخدام الواقع الافتراضي الإمارات تبقى رائدة حقيقة في هذا المجال لديها مبادرة اسمها VR for Tourism الواقع الافتراضي في السياحة وهي عبارة عن منصة أطلقت في سنة 2019 وتهدف إلى استخدام هذه التقنية للترويج للسياحة في الإمارات أيضاً ضمن المبادرات الجميلة في مبادرة اسمها VR for Healthcare وهي عبارة عن مبادرة أطلقتها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية في العام 2020 لاستخدام الواقع الافتراضي في العلاج الطبي مثلاً تقدم تجارب تفاعلية تساعد المرضى على التغلب على مشاعر وخصوصاً القلق والألم ضمن التطبيقات حقيقة لهذا العالم استخدامها في التجارة الإلكترونية حتى يمكن استخدام تقنية الواقع الافتراضي لتقديم تجربة تسوق يعني يمكن الشخص يذهب إلى السوق ويتسوق ويختار البضاعة قبل شراءها عن طريق الVR يرتدي هذه النظارة ثم يختار الملابس ثم يلبسها عن طريق هذه النظارة عن طريق هذا الواقع فيستطيع أن يتخيل كيف سيكون شكل المنتج قبل شرائه أيضاً في التدريب تستخدم هذه التقنية لتدريب الموظفين في مختلف المجالات مثل الطب والهندسة والطيران بل وحتى إخلاء المباني أثناء الكوارث التدريب على إخلاء المبنى فيرتدي الموظف هذه النظارة حتى يدخل إلى المبنى ويشاهد المبنى كاملاً وكيف لو حدثت مشكلة كيف سيتم إخلاء هذا المبنى أيضاً في الترفيه كما ذكرت يمكن أن تستخدم لتقديم ألعاب تفاعلية وثلاثية الأبعاد أيضاً في التواصل الاجتماعي هناك تطبيقات كثيرة في هذا العالم في عالم الفي أر مثلاً في شات يمكن تتحدث مع أناس آخرين في الدول تتعرف على الثقافات عن طريق الفي أر شات فيستخدم في التواصل الاجتماعي للتواصل مع الآخرين في بيئة افتراضية طبعاً من ضمن المبادرات في الدول العربية في الإمارات العربية المتحدة في متحف اسمه متحف اللوفر في أبوظبي يقدم حقيقة تجربة جميلة في موضوع الواقع الافتراضي يمكن للزائر أن يستكشف التحف الفنية والمعرض بشكل عام بطريقة غامرة وتفاعلية في أيضاً مشروع اسمه مدينة دبي الافتراضية حقيقة هذا المشروع يهدف إلى تطوير مدينة دبي كوجهة عالمية للواقع الافتراضي وكذلك الواقع المعزز ما يشجع على الابتكار في هذه التقنية أيضاً في المملكة العربية السعودية في مجموعة من الحقيقة المبادرات الرائعة التي تتبناها مؤسسات وشركات في مجال التعليم والتدريب المهني في مؤتمر الآن سيعقد اسمه ليب يعني متخصص بهذه الأمور أمور الواقع الافتراضي والواقع المعزز أيضاً متحف القاهرة في مصر اسمه متحف القاهرة الافتراضي يوفر حقيقة تجربة رائعة للزوار للتجول الافتراضي داخل المتحف واستكشاف الآثار المصرية بتفاصيل دقيقة أيضاً في مشروع آخر اسمه تراثنا في الواقع الافتراضي هو عبارة عن مشروع يهدف إلى توثيق وعرض المواقع التاريخية والثقافية المصرية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي أيضاً في الأردن في تجربة رائعة اسمها تجارب الواقع الافتراضي في البتراء يمكن تبحث عنها في اليوتيوب وترى هناك بعض المقاطع الفيديو يمكن الشخص الذي يملك هذه النظارات الثلاثية الأبعاد أن يتجول حتى في مدينة البتراء الأثرية طبعاً هذا يعزز من السياحة والتعريف بالتراث ضمن مشاريع منصة الريض العلمية عملت على مشروع كتاب تم تأليفه وطباعته اسمه العالم ما وراء التقليدي الميتا فيرس هذا الميتا فيرس هو عبارة عن تجسيد للفي آر ويتم شرح في هذا الكتاب المفاهيم الأساسية والاستخدامات والتطبيقات لهذا العالم يعتبر أول كتاب منهجي باللغة العربية يشرح أساسيات الرياضة في عالم ما وراء التقليدي الميتا فيرس فيمكن طبعاً حصول عليه عند التسجيل في منصة الريض وهو كتاب مجاني ووقفي يمكن تحميل الاطلاع على هذا الكتاب طبعاً مع استمرار تطور التقنيات في مجال الواقع الافتراضي من المتوقع أن يستخدم بشكل أوسع في مجالات التجارة الإلكترونية التواصل الاجتماعي حتى التعاون عن بعد التوظيف طبعاً مع الوقت سيتم هناك التوسع في استخدام تقنيات الواقع الافتراضي وسيكون هناك تطبيقات أكثر ومجالات أوسع مثل التجارة الإلكترونية التواصل الاجتماعي التعاون عن بعد ويعد حقيقة المستقبل رائعاً ويعني مشرقاً للواقع الافتراضي الذي يفتح العوالم الجديدة للإمكانيات للتجارب البشري مما يعزز الإبداع والابتكار في جميع أنحاء العالم لو كانت لديك تجربة في هذا العالم يمكن كتابتها في التعليقات حتى نطلع ونستفيد منها نراكم على خير في حلقة جديدة من حلقات سباق الأمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر